روى صاحب طبقات الحنابلة أن عبدالغني المقدسي المحدث الشهير كان مسجولا في بيت المقدس في فلسطين فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا فأخذ يسلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى فأخذ يبكي حتى الصباح فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص ذهبوا إلى السجان وقالوا له أطلقنا فإنا قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل قال ولما أدعاكم للإسلام قالوا ما دعانا للإسلام قط ولكن بيتنا معه في ليلة ذكرنا بهوم القيامة